اشتركوا في القناة بما يلبي طموحاتهما ويزيد من مصالحهما المشتركة وأشار معالي وزير الخارجية إلى أن المملكة المتحدة من الدول الرئيسة التي تسهم بنصيب ملموس في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم لما تمتلكه من علاقات وطيدة ووثيقة مع دول العالم وما تتميز به من انفتاح وتعاون مع الجهود والمبادرات البناءة وما تتسم به من سعي حثيث لتنمية علاقاتها مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى مختلف المستويات وأكد معالي وزير الخارجية أن إنشاء مقر التسهيلات البحرية البريطانية في المملكة يجسد التزام المملكة المتحدة تجاه مملكة البحرين والمنطقة بشكل عام ومن شأنه تكريس الشراكة بين البلدين الصديقين وتمكن تلك القوات من أداء المهام المناطة بها بفعالية وبما ينعكس إيجابا لصالح تعزيز أمن وسلم المنطقة فضلا عن دفع العلاقات الثنائية المشتركة لأفاق أرحب في سائر المجلات ولفت معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة إلى أن العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة تمتد إلى نحو مئتي عام فهي علاقات تاريخية ومتجذرة تشهد نقلات نوعية إيجابية تعبر عن الرغبة المشتركة والإرادة الأكيدة للبلدين في تنويع مجالات التعاون وتطوير آليات التنسيق والتواصل وتعزيز التفاهم إزاء مختلف القضايا من جانبه أثناء سيد فليب هاموند على ما تقوم به مملكة البحرين من جهود ملموسة لصالح المنطقة وشعوبها مؤكدا حص بلاده على تدعيم علاقاتها مع مملكة البحرين في المجالات كافة إيمانا بأهمية هذه العلاقات للبلدين الصديقين ولدول المنطقة بوجه نعم هذه التسهيلات البحرية البحرية وبحرين مهمة جدا هذه تثبت استمرارية التعاون الدولي والشراكة الدولية مع البحرين مع دول المنطقة بالأخص من المملكة المتحدة لكمان حرية الملاحة وأمن وسلامة مياه الخليج العربي وما وراء مضيق باب المنطقة اشتركوا في القناة